اعزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال حوالي 15 مليون مواطن من تمثل نسبة الاشخاص من زوال العاقة الموجودين في مصر واللي قعدوا لعقود كتيرة يعانوا من التهميش وفجأة في سنة 2018 ابتدى يظهر للنور قانون حقوق الاشخاص زوال العاقة وده كان بمثابت فتحة نور بالنسبة لكل الاشخاص من زوال العاقة لانه ادى لهم حوالي 20 ميزة لم تكن موجودة من قبل وفي هذه الايام ظهرت طاقة نور اخرى وهو قانون صندوق دعم الاشخاص زوال العاقة اللي يتلافى كل السلبيات او كل الحاجات المشكلات اللي ظهرت اثناء تنفيذ بنود قانون حقوق الاشخاص زوال العاقة وده هيكون قضيتنا النهاردة اللي نعيشها في صالون الصحة والجمال بضيافة مهندس حسام شاكر مدير عام بهيئة الرقابة على الوردات اهلا وسهلا بحضرتك بش مهندس اهلا بحضرتك بش مهندس حسام يعني حضرتك بتعتبر زي ما تقولك سفير بتمثل شريحة كبيرة من الاشخاص من زوال العاقة خمساشر مليون مواطن نسبة مش سهلة في مصر وقتلة ليها وزنها ومدافع عن الحقوق بشراسة وبنشوف حضرتك في كل مكان بتجول وتصول يعني بعزم وبقوة لاقتناص المكتسبات والحقوق الخاصة بين الاشخاص زوال العاقة وبنشوفك في ملتقيات يعني من حوالي اه اسبوعين تقريبا كان فيه ملتقى حرق منظامه وبتعاون مع جهات مختلفة وبتبتوعي الناس والمؤسسات حتى من الاشخاص من غير زوال العاقة وبتحاول تعمل تشبيكات مختلفة وشايفين لحق دور كبير جدا في هذا الموضوع وبتصر دايما ان انت توصل نبض الشارع ونبض الاشخاص من زوال العاقة للمسؤولين والحقيقة وده يعني بنلمشه ان يعني ما كانش ده بيحصل في فترات سابقة ان بنلاقي استجابة سريعة فالحقيقة يعني احنا بنرحب بحضرتك وان شاء الله في الحلقة النهاردة يعني هيكون في بعض الاجابات عن التساؤلات الكتيرة سواء اللي حاجة بتستقيها من نبض الاشخاص من زوال العاقة او كمان هتقول لنا او هتجيب على بعض التساؤلات اللي احنا محتاجينها نعرفها عن امتيازات خاصة بقانون الاشخاص من زوال العاقة او حتى بالقانون مشروع القانون الجديد اللي لسه يعني ما ظهرش للنور والخاص بمصادر بقى التمويل اللي ممكن تتيح للخدمات والانشطة انها تاخد مجرها فابدأ مع حضرتك ونقول يعني حركة تكلمنا عن ملامح الباكورة الجديدة من قانون صندوق دعم الاشخاص من زوال العاقة هو طبعا بدي زي بيت انا بشخص حولك على كلمات الاطراء اللي حالك وقالا يعني على السعي اللي انا بحقول اشخاص زوال العاقة لان انا واحد من الناس ديات ان انا مريت بنفس الظروف اللي بمروا بيها طبعا انا استقيت النهج في طريقة التعامل مع القضية من اهتمام الدولة بقيادة الرئيسة عفتاح السيسي بالقضية ذات نفسها اللي هي قضية اشخاص زوال العاقة يمكن القانون اللي تعمل اللي احنا قانون عشرة سيساة عفتاح المنتاشر احنا تكرار ومرارا نقولنا اللي هو قانون ادى مكتسبات كثير جدا للاشخاص زوال العاقة فيه لم تحدث على مدار تاتة واربعين سنة فطبعا مع عملية التطبيق لازم بتحصل في بعض المشاكل وبعض السلبريات عملية اللي احنا فيه روتين حكومي فيه بعض الاجراءات لم تستكمل فيه بعض المشاكل خاصة بعملية التطبيق مليون شخص من زوال احتاجات الخاصة ليهم متطلبات وليهم امور بتخش فيها النحية مادية بشكل بسرعة وموشي اسمح لغطع بس حضرتك يعني بما ان حاج جبت سيد دكتورة نيفين الكباج يعني اعتقد ان هي بقالها فترة كبيرة يعني اكتر من عشر سنين بتحارب او بتهتم بملف الاشخاص مزال العاقة العقد فبنشكرها يعني من خلال حضرتك هي طبعا هي بقالة يعني عشرين سنة ماسك هذا الملف يمكن هي بتعتبر بيطلق عليها ام زوال احتاجات الخاصة في مصر لمسة المشكلة من كل الجوانب لانها هي بصراحة بتعمل زي لقاءات مع الاشخاص زوال العاقة بصفة دورية بتصدد بالمشاكل بتاعتهم اللي بيتيسروا في حدود القانون بيتيسروا من رغم من الملفات الكتيرة والمعقدة في الوزارة اللي انها مركزة في هذا الملف واخدها يعني بصفة شخصية على عاطق لان احنا قلنا ان الملف ده يعتبر ملف قضية امن قوة احنا بكلمة 15 مليون شخص والمرتبط بيهم كمان يعني هات بكلمة في عدد زي ما احنا قلنا بكده او اللي احنا شايفينه يعني فطبعا القانون في حد ذاته طبعا محتاج تمويل للانشطة او الحقوق اللي موجود عليها القانون فيهم الفكرة طبعا الورد في رئاسة الجمهورية من فخمت الرئيسة عفتاح السيسي ان يتعمل صندوق دعم الاشخاص الزاوي العقا اللي هو الحمده ده البرلمان في الجلسة الزوالي فات وافق على القانون يتقدم يعني مشروع القانون وتعرض على الجلسة وتعرض على الجلسة العامة وتصوت عليه وتوافق عليه في مرحلة ايه دلوقتي في مرحلة احدك اللي هو سياغة قرار رئيس جمهورية يطلع وبعد كده يطلع وليح التنفيذية عشان ويتصدق عليه فطبعا هو القانون قانون انشاء الصندوق بيحاول يوفر الموارد المالية للانشطة اللي موجودة في القانون عشر سنة 2018 يقدر يغطي التكلفة بتاعتها فطبعا هو اتعمل اتحط موارد للصندوق مصادر للدعم على مستوى الدولة كلها يعني في القانون نفسه اقترح جهات التمويل اللي ممكن من خلالها تمول الصندوق هو طبعا اغلبية وطبعا الامر كله بيتلخص ان احنا هيتفرد مثلا زي حضرتك بالنسبة شقين هو في مصادر التنويل بيبقى عن طريق فرض رسم 5 جنيه تقريبا على بعض المستندات اللي بتطلع من المنظمات من الهيئات الحكومية زي رخصة العربية رخصة السلاح رخصة التسيير للمركبات دي هتبقى في صورة ايه الخمسة جنيه مثلا زي طابع زي طابع الجامعة زي طابع الشرطة هيتحصل من المنبع يعني اللي حاطك احنا لو قلنا هفيهه 14 تقريبا 14 جهة او 14 مصدر للتمويل لهذا الامر اللي هو هيتم فيه تحصيل المبلغ للخمسة جنيه اللي هي هتكون نوالب بداية التكوين الحصيل ده بالنسبة للمصادر بتاعت التمويل كمان هو اقترح من ضن المواد احنا بنتكلم في مواد يعني ومش اقترح دي مادة من ضن المواد اللي هي بالنسبة للطلبة في التعليم الجامعي والتعليم القبل الجامعي ان هو هيتعمل حاجة اطلق عليها هي عمية المساعدة الكافولية ان الطالب في حالة التعليم القبل المجامعة حيساهم بمبلغ خمسة جنيه سنويا في دعم الاشخاص ذو الاعظم خمسة جنيه سنويا يعني حاجة مش ظهرة خالص يعني ولا تذكر ولكن بالنمي كمان روح التكافل عبد الظبط يقوله والله ده اخوك او ده صديقك او ده جارك وعنده والله مشكلة فاته بتساعده بصورة او باخرى بهذا الامر يعني ده بالنسبة للتعليم قبل الجامعي التعليم الجامعي طبعا يتفرض على الطلبة او هيتبقى فيه مساهمة تكافولية من الطلبة في الجامعات بمبلغ عشر جنيه على المساهمات السنوية ده بالنسبة لدي دي مادة تالي مادة من البلود التموينة المادة التالتة اللي هي تعتمد على تبرعات الموظفين الدولة انها برضو تنص على القانون في المادة من المواد القانون ان احنا حيتم تحصيل مبلغ تلاتة جنيه من الموظف الدرجة التالتة خمسة جنيه من الموظف الدرجة التانية عشر جنيه من الموظف الدرجة الاولى فيما فوق فطبعا احنا بنتكلم لا بالنسبة للموظفين القطاعين الحكومي وغير الحكومي ولا للحكومي فقط لا والحكومي الوقت اللي هو قدام الحكومي طبعا القطاع الخاص هيتبقى ليه آليات ولكن هو يبقى يطبق من لبين طبعا ممكن عن طريق الشركات عن طريق استقطاعات من المرتبط معنا بس هتبقى برضو بنفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه في درينج دوت يعني فانا حاولتك انا ردر بتكلم ان انا عملت قاعدة من المصادر التنويل لبداية عمل الصندوق طبعا الى المساهمات اللي الدولة هتساهم بيها من الموازنة العامة في الدولة اعتقد ان فخامة الرئيس برضو صندوق طاحية مصر اعتقد انه هيكون ليه مساهمات فيه فعلى ساسة الناس تقدر تحصل على الخدمات الحقوق المتكاملة دي هيحل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لتنفيذ الاليات ويخلينا نرجع تاني بشمانزس لمشكلة بطاقة الخدمات التكاملية المتكاملة وبيجينا اسئلة كتيرا على صفحة البرنامج لحد الوقتي ناس كتيرا مش عارفة قلية استخراجها فلو حد توضح حالنا ببساطة هو طبعا احنا باختصار شديد جدا اللاعة التنفيذية للقانون 10 لسنة 2018 نصت صراحة على ان الشخص الزاوري احتجاب الخاصة هيحصل على الحقوق اللي منصوص عليها في القانون عن طريق اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والمسؤول عن هذا الملف بشكل عام كله هي بزرطة التقضامة الاجتماعي وهي المنوب بيها اصدار هذه البطاقة فكرة البطاقة حضرتك ان احنا بنقول والله احنا عندنا عدد الـ 14 مليون او الـ 15 مليون شخص من الاجتماعات الخاصة ليقدموا على البطاقة فاتعملت 3 مراحل لعملية التقديم مرحلة الاعقاط الاولى المرحلة اقولها هي الاعقاط الشديدة المرحلة التانية اللي هتبتدي وكان اسئلة كتير جدا من الناس كتبتجيلي المرحلة التانية هتبتدي امتى ان شاء الله 15 تسعة ان شاء الله تعالى يعني ده على حد علمي في هذا الامر الاعقاط اللي هي موجودة في المرحلة الاولى اللي هي عملية الكفيف اللي هو ما بيشوفش خالص الاصم البتر المتعدد المتنازم الدون طيف التوحد الاقزام الاعقاط المتعددة اللي هو مثلا عنده حضرتك مثلا عنده بتر وعنده شلال او عنده مثلا سامع والنظر مع بعض اه فده دي مرحلة الاولى اللي هي العقاط الده والعقاط هيبتدي يحصل على ازاي هيقدر يقدر يقدم على البطاقة ازاي النص القانون صراحة ان الشخص اللي هيحصل على البطاقة تخدمتك الكاملة انه هو هيعمل تقارير طبي في مستشفى نا عايزين نوضح بالزبط لان في بعض الناس بتروح لجهات كل جهة تقريبا بيبقى لها آليات مختلفة والناس بتقول لنا حصل لابس في الموضوع وفيه هنا مطلوب استخراج مستند معين ومصروفات معينة فحق يعني عايزين الشكل موحد لاستخراج البطاقة هو قولا واحدا احنا عشان خاطر ان نستخدم البطاقة تخدمتك الكاملة اللي احنا هنعمل تقارير طبي من مستشفى حكومة طبعا معتمد بايه شعار الجمهورية وحنبتدي نخش على الموقع اللي اطلقيت وزارة التضامن للتسجيل هو موقع الالكتروني هيبتدي الشخص ازا هو الاحتجاجات الخاصة بعد لما يعمل التقارير الطبي دوات هيبتدي ياخد التقارير مع سلطة البطاقة الشخصية بتاعته ويعمل عملية اسكان لها ويرفع الملفات دي على الموقع بتاع وزارة التضامن في نفس التوقيت هيطلع له رسالة على الموقع انه هو حيروح في تاريخ معين لمكتب التأهيل التابع لمحل السكنة وهو برايح في المعادل المحدد ليه هياخد طبعا اصول التقارير الطبي معه البطاقة الشخصية بتاعته هيقعد مع الاخصاء الاجتماعي هيتعمل حاجة اسمها عاملة التقريب الوظيفي هي بعبارة عن بعض الاسئلة ما بين الاخصاء الاجتماعي وبين الشخص اللي عنده العاقة هيقدر عن طريقها يحدد اذا كانت التأريل الموجودة دي هتكفي وتثبت نوع العاقة او ان هو هيطلب تأريل اخرى تدعم موقف العاقة بعد ما بيسلم الاوراق خالص ويتم بقبول هذا الامر بيعدها بخمسة واربعين يوم تقريبا بيتجيل ورسالة على الموبايل ان البطاقة صدرت وبيروح يستلمها من مكتب البريد التابع اللي محالي الساكم الوزارة طبعا احنا الناس كتير جدا حصلت مشاكل اللي احنا بيقوله سجلنا ومش عارفين ان احنا تطلع لنا البطاقة لا ما تلعيدش طب المعافة تابل ولا ما تقبلش فبرضو زي ابون عليها نبض الشارع فوصل لمعالي الوزيرة برضو فجاري انشاء موقع للاستعلام عن البطاقة بتاريخ صدورها والملف تقبل ولا متقبل هو طبعا طالما اتخذ الأوراق فكده الملف تقبل فحيستعلم عن صدرت ولا لم تصدر البطاقة عن طريق رابط حينزل ان شاء الله قريب بالرقم القومي بتاع الشخص اصدرت نقطة مهمة وهي يعني اعتقد من عدة سنوات كان فيه أرقام للتعرف على شكاوى الأشخاص والأعاقة فمعرفش هل هي مفاعلة في الوزارة حتى الآن ولا لأ ومدى الاستجابة كمان لشكاوى الأشخاص والأعاقة لأنه مهم يبقى فيه آلية تقيس نبض الأشخاص من زول الأعاقة لدى الجهات المعنية سواء المجلس القومي لشؤون الأعاقة أو وزارة التضامن المعنيين بالقضية فده شيء مهم يا ريت حضرك يعني بتوصل هذا الصوت للمسؤولين واحنا من خلال البرنامج نوصل صوتنا للمسؤولين لازم يبقى فيه آلية نيز بها نبض الأشخاص من زول الأعاقة الخاصة بمشاكلهم أنا أعيد حضرك في الكلام دوته وهو مفهود إن الدور الرئيسي للمجلس القومي شؤون الأعاقة إنه هو بيستجيب لشكاوى الأشخاص زول الأحتياجات الخاصة أو زول الأعاقة نحن نبقى عليهم عن طريقهما فيه رقم تليفون رقم خط أرضي خط التليفون بيتصل للشخص زول الأحتياجات الخاصة بيقول المشكلة بتاعته بيحدد الجهة اللي هي معها المشكلة يعني موجود على الصفحة الإلكترونية الموابع الإلكترونية موجود على صفحة المجلس القومي شؤون الأعاقة الأشخاص زول الأعاقة موجود رقم تليفون وبيبتدي يقول الشكوى بتاعته المفهود إن فيه تيم ورك شغال في المجلس هناك بياخد الشكوى بيشتغل عليها بيبتدي ينزل بقى المندوين الموظفين المختصين في المجلس بيشوفوا الشكوى ما كانها فيه يعني وأنا طبعا يعني حاجة بتسعيدني إن حاجة بتقول يعني إن فيه آلية وده فيه المثيل بتاعه في المجلس القومي للطفولة والأمومة نعم قبل سرح خط نجلة الطفل ده يعني حرك مكان له آلياته له اللايحة بتاعته والناس قاعدة على مدار السعب تتلقى الاتصالات وعارفين الإجراءات اللي حالة تبقى إزاي وتروح لمين بعد كده والشبكة المؤسسات المختلفة اللي تتعامل مع القضية أو المشكلة فياريت لو ده موجود يبقى نموذج جاي جدا في المجلس القومي بالرغم من حداثة يعني إنشاؤه وده طبعا هتبقى حاجة يعني بالنسباله في الوقت ده يعني يعني مركبة شوية ولكن نأمل إن هي خلال الفترة الجاية هو من صميم اختصاص عمل المجلس يعني هل حالة يعني إحنا المجلس من ضمن المهام اللي منطب بها المجلس هو قضايا الأشخاص ذوالعاق يعني فهي دي من صميم عمل المجلس ودي آليه من الآليات اللي موجودة على مستوى الدولة وكله إن كل مجلس متخصص في فئة معينة طفولة أو أمومة لي آآ آآ آليه إن هو بيستقبل الشكاوى خط مجلس الطفل وفيه في الوزارة كمان اللي هو أطفال بلا مأوى خط مجموعة من الخطوط اللي حقيقة اللي لها آلية ولها استراتيجية في التعامل مع تلقي شكاوة وفيه يعني مركز الشكاوة الرئيسي في مجلس الوزارة يعني على مدار الساعة تلقتنا 2 مليون شكوة وفيه استجابات سريعة وبتتبعت على طول لكل المشكلين أنا واحد من الناس عملت شكوة مرة لقيت فيه استجابة فعلا بعدها بيوم وإحنا بنشيد يعني بهذا الدور فعلا بيحل كتير من المشاكل وبسرعة لفت نظري برضو حالك بتتكلم على الإجراءات أو آليات استخراج البطاقة يعني هي بتتواكب مع العصر الرقمي والتحول الرقمي وتسئل رقمنة وتسهيل الوصول ولكن ما زال في بعض الأسر اللي ما عندهاش الإمكانات ولا عارفة الأليات يعني أنا عايز أقول له حالك لحد دلوقتي فيه أسر اللي بيقباضوا المرتب بالكارت وموظفين كمان بيخلوا حد تاني يعني يعملوا رقم السرع عشان يضرب بس الأرقام فتخيل أما يكون فيه حد بنفس المستوى الوعي أو المهارة بالإضافة إلى العاقة سواء كان كفيف أو عاقة حركية وهطلب منه أنه هو يروح يعمل سكان ويفتح البرنامج ويدخل على البرنامج فحك يعني هل فيه مساعدات أو معينات زي إذا إحنا بنشوف حتى حاليا طلبة الجامعات في التنسيق أو طلبة السنوي فيه اللي هو التنسيق الإلكتروني بنلاقي المعامل الموجودة وفيها ناس بتعمل دعم فني بتساعد الطلاب ويعني وهكذا فهل فيه آلية ومراكز مخصصة بتساعد الأشخاص من زواء الأعاقة إنهم يعملوا استخراج البطاقة للخدمات المتكاملة والله وصح هذا الكلام ده إحنا أنا بطالب بيه أو إحنا كنا في مدينة 6 أكتوبر كنا أطلقنا عن طريق مجلس الأمناء في مجلس مدينة 6 أكتوبر تعملت لجنة زواء الهمم اللجنة مفروضة إحنا عاملين مبادرة برعاية المحاسب محمود بورعي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خميس رئيس جامعة المستثمينة 6 أكتوبر إن إحنا هنعمل زي مبادرة للأشخاص اللي زواء الأعاقة قاطين مدينة 6 أكتوبر اللي هم مش قادرين يتعاملوا مع التكنولوجية إن هو يرفع ملف على البيدي إف على الإنترنت ويسجلوا كلام ده كله فإحنا في صدد إن شاء الله أن إحنا نعمل مبادرة أن إحنا نسجل الناس دي بالنياب عنهم أن إحنا ناخد منه البيانات بتاعته وحنخص زي مكتب في مجلس الأمناء عندنا بأجلسة الكمبيوتر جاهزة بحيث أنه تلقى هذه الطلابات ونقوم بعمل تسجيل للشخص وعملنا اجتماع ما بين الجهات المرتبطة لكتاب الأسبوع اللي فات ما بين وقت الصحة وما بين التضامن الاجتماعي على أساس يبقى فيه تنصيق ما بين الكشف اللي هيتعمل في وزارة الصحة وما بين المكتب بتاع التأهيل وإحنا إن شاء الله في صدد إن إحنا نوصل للأشخاص دولات بحيث إن أنا أقدر كمان في المستهدف إن أنا أخذوا ساعة يوم الكشف بواصيلة مواصلات أو أصلوا لحد المستشفى يعمل عملية الكشف اللي هيخدوا ياخدوا التأهيل وبعد كده نرفع له الملفات على لا شيئ هايل جدا وياريت فعلا نعمم التجربة دي الأماكن تانية بإذن الله أنا بطارب منظمات المجتمع المدني الجمعيات الموجودة والأنديات الروتاري والله ينزل حاجات الدنيات وده يتفعل هذا الأمر لأنه طبعا في الناس كدير جدا نتجه لهذا الأمر يعني ناخد اتصال من محمد من أسيوت أهلا بيك أستاذ محمد عليكم السلام أهلا بيك معاك المشروف أندس حسامة تفضل أهلا بيك يا فاندس أهلا بيك أهلا بيك بعديد من حضرتك أنا تستعامل عملية جنب مفتوح من كث سنين تمام واللي هي الحج إن أنا أجزم في برنامج بتاع الكرامعة واللي هي حق المشروع إن أنا يبقى لي مساعمة في مبلغ يجيني أهلا بسعيدني في العلاج وروحت كشفت عملت كونتزيون سوبي كشفت في أسيوت الدكتور الله يستامحوا ما تدنيش نسبة دك دا ما يستحجش بإزاي يعني أنا عمل جنب مفتوح وما يستحجش إن أنا ألبط من برنامجة الكرامة بعد كده عملت ده ظلم كشفت الكشف تاني في المينيا نفس النظام الدكتور الداني رابط المعرفش أنا الواحد يعمل إياه ولا يروح بياً ولا يفجأ ألمين يعني على الخطر شكراً شكراً على اتصالك سيد محمد وحرك كده سيد محمد بيتكلم على برنامج كرامة على المعاشة بتاع الكرامة المعاشة كرامة هو نواته عن الشكوة دي بتبقى مراراً وتكراراً على موضوع ما عاش تكافل وكرامة وده أعتقد إنه بعض الدكتورة وبعض المستشفيات بيخاف إنه يدي التقارير بتاع التكافل وكرامة عشان خطر يقول ده مستحق أو غير مستحق فبتبقى فيها مشكلة بالنسبة له فبياخد المبدي أساني ولكن ده مش مستحق يعني بس أنا أحب أبشر آخر أستاذ محمد إن قانون الحقوق الأشخاص ذا والعاقة الحمد لله إنه هو من ضن الأشخاص اللي يستحقوا أو المدرقين ضن فئة الأشخاص ذا والعاقة أمراض القلب اللي هي موجودة في القانون من ضن الأمراض اللي يعملت القلب المفتوح دوت فهو ليه الحق كده إنه هو يقدر يقدم على استقراك بطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق برضو الأقلية إنه هو يعمل تقرير طبي وهي يبدو يقدم على موقع الوزارة ويطلع له الكرنية بتاع الخدمات المتكاملة وبناء عليه بعد كده إن شاء الله هيبقى تسجل عقاعة البيانات في الوزارة هيقدر بعد كده يعمل يقدم على المراحل مروع الاصدار الكرنية إيه يا بشماز بالنسبة للكرنية بتاع الزورة الحقيقة الخاصة هي المرحلة واحدة إيه إحنا قلنا عليها معاملة التقديم على الإنترنت وبعد كده الأوراق بيستلمها بعدها حوالي زي ما قلنا شهر أو شهر مصب الكتير قوي بيجي له رسالة على الموبايل لو في حالة زي الأستاذ محمد وراح عمل الكوميسيون والطبيب تعنت معاه هل يستطيع إنه ياخد إجراء معين لإزبات حقه ولا يفضل يكشف ويعطي لا ما هو حضرتك بالنسبة له هو القرار الكوميسيون كده هو قدر يتظلم عن طريق المجالسة الطبية المتخصصة هنا في مصر بقائرة وزرعة الصحة بيقدم تظلم بالحالة بتاعته أو إنه هو إحنا قلنا حضرتك بيندرج ضمن طائفة الأشخاص زي والعاقة ممكن يكلم المجلس القاومي شؤون العاقة يعمل شكوى بالأمر ده بحيث إنه يبتدي تواصله مع الكوميسيون الطبي المسؤول عن المحافظة اللي هو فيها ويقدم على شكوى على الموقع بتاعه مجلس الوزراء برضو نفس الكلامي يعني فيه آليات إنه تتوصل الشكوى للأمر دوت لكذا جهة يعني فيها لكن اللي أنا بنصحه به أو أنه أنا بقول له لا إنت ليك بطاقة خدمات متكاملة تصدر ليك بحقك من القانون إن إنه تستفيد بكل إن شاء الله الحقوق اللي منصوص عليها هذا القانون الفترة اللي جاية إن شاء الله فأنا ده نصيحتي ليه قدم شكوى في مجلس الوزراء في الموقع بتاع مجلس الوزراء خط الساخن ومجلس القاومي شؤون العاقة ويعمل تظلم في المجالس الطبي المتخصصة اللي موجودة في القاهرة هنا في مقرر وزارة الساحة يعني تمام نرجع تاني ونقول النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قبل المداخلة يعني مهم جدا إننا نوفر مراكز حتى بمدريات التضامن لتقديم الدعم للأشخاص من زوال العاقة لاستخراج بطاقة الراقب القاومي خاصة إن في ناس ما عندهاش الإمكانات أو المهارات أو حتى القدرة على التعامل فطبعا هيبقى حاجة بالنسبة لهم توفير ودور من الأدوار المهمة لمنظمات المجتمع المدني مع وزارة التضامن الاجتماعي والله وأنا بأرضو بعول على الأمر على القانوات الإعلامية قانوات الفضائية إن احنا يبقى فيه زي برنامج توعوي الأمر دوات لحد لما نقدر نوصل للأشخاص يعني أوصلوا المعلومة قادر أولا لو أن في ناس كثير جدا لحد وقتنا هذا حتى هذا التاريخ حتى هذه الساعة ما يعرفش إن في حاجة اسمها قانون زي واحتاجات تقصر حقيقة أنا لفت نظري يعني في الاحتفال باليوم العالمي للأعاقة السابق وكان حتى العنوان بتاعه أو الشعار بتاعه كان يعني حاجة الأفضل للانتباه قادرون قادرون باختلاف باختلاف نعم يعني سلوجن جميل الحقيقة وكل طاقة كانت دكتورة غادة والي في كلمتها قالت القانون جاي بميزات كتيرة جا ولكن الأهم من القانون هو وعي الأسرة تعم و وعي المجتمع زي مساعدتك ما بتقول أجوة وإن المؤسسات مختلف أنواعها تلتزم جاليات الليها الدامجة نحو الدامج نعم فده طبعا بيتوافق مع كلامحاق فعلا اللي هو مسؤوليات المجتمع كله والمؤسسات بتاع المجتمع كلها إنها تعمل خطوات نحو مجتمع دامج وفي نفس الوقت لازم يبقى فيه وعي لكل أفراد المجتمع وليس لأشخاص من زاوية الأعاقة فقط لا ده كمان كل أفراد المجتمع لازم عندهم وعي حتى للتعامل مع الأشخاص زاوية الأعاقة وللوقاية من الأعاقات لأن احنا عارفين كمان أن الأعاقات منها المكتسب من خلال الإصابة سواء حدثة عربية أو أمراض مختلفة فطبعاً أنا بدعم كلام حضرتك لأنه مهم جداً الوعي وخلال هجل الفترة المكيم الشعار اللي تعمل العمزة والاحتلالات الخاصة اللي هو الدمج والتمكين والمشاركة ده اللي هو الشعار اللي طالع من الأمم المتحدة طبعاً كل كلمة من دول لها مرضودها وليها ألياتها طبعاً الدمج والتمكين والمشاركة وطبعاً بالنسبة لرؤية مصر لخطة تنبيه المستدامة 2030 من ضمن النصوص اللي نص عليها هم أهداف سبعة بتاعت الرؤية التنبيه المستدامة إن عدم التمييز بين أفراد المجتمع بأي نوع من أنواع الاختلاف وده أول ميزة من مميزات القانون بالضبط حتى ما بين زور إعاقة وما بين بعضهم منع التمييز يعني كان الأول الكفيف أو الأقزام الأقزام ما كانوش مدرجين من ضمن الأشخاص والإحتجاجات الخاصة الكفيف أو الأصم ما كانش يليل حق أو متلازم الدول ما بيكانش بيحصل من ضمن الأعقاد فبالتالي ما كانش بيحصل على الخدمات أو المميزات اللي مفروض كانت موجودة قبل كده يعني لكن دلوقتي الحمد لله القانون يعتبر بقى أمبرل لكل الأعقاد الموجودة وإحنا ممكن بنقول الأمراض الدم وأمراض القلب النهاردة داخلت تحت المسمى أمراض الأعقاد فهي بس نحن بيقول إحنا عايزين إحنا بحاول بقدر المستطاع بان طريق القانونات الإعلامية إن إحنا نغير نظرة الناس للأشخاص والإعاقة هو شخص منتج وليس عويل على الحكومة وهي دعوة كمان للمؤسسات الإعلامية ومؤسسات الثقافية إنها تقوم بدورها كما نادت الدكتورة غدا الوالي قالت كل المؤسسات بمختلف أنواعها تشتغل على الدمج ومهم جدا المؤسسات الإعلامية والثقافة والفن لأنها لها تأثير كبير جدا في المؤتمر فخامت الرئيس أشدد وأقال على موضوع الإعلام يا جماعة الإعلام لي دور في تسليط الدوء على الأشخاص والإعاقة ومشاكلهم ويمكن قال فاكر حد وقت هذا إن كل ما يكون في احتفال في الدولة الرسمي يدعو الأشخاص والإعاقة لحضور هذا الاحتفال فهو طبعا الإعلام لي دور في الجزئية كبير جدا يعني بنعول عليه هذا الأمر الله الحقيقة يعني موائزات كتيرة ومكتسبات وبتمور بخطة متسارعة ويعني باركة أمل جديدة بتضم لسجل المكتسبات للأشخاص من زوية الأعاقة منها صندوق دعم للأشخاص زوية الأعاقة عايز من حق دعوة يعني أو كلمة أخيرة مرتبطة بالمكتسبات السياسية خلال الفترة الجاية طبعا أنا بشق حيوتك على إصارة هذه النقطة إن إحنا الزبوع اللي فات كان عندنا الاستحقاق الدستوري للمجلس الشيوخ اللي انتخاباتها اتعملت والحمد لله كان الأشخاص زوية الأعاقة وفي ناس كدير جدا من نزل تقادل بصدفة فأنا بطالب من منبر الإعلامي عند حيوتك نوت إن إن شاء الله في عملية التعيين اللي جاية في المجلس الشيوخ في مية بيعينهم سات الرئيس فخامة الرئيس إن إحنا وما فيش كوتة في القانون لا ما فيش كوتة له فإحنا بنطالب وطالب عن نكون لنا تمثيل من الأشخاص زوية الأعاقة في المجلس الشيوخ من الناس اللي هي لها نشاط أو لها باع في قوانين زي الاحتجاجات الخاصة لإن في شعار إحنا بنقوله وكان بيت ألف أمم المتحدة ليس مننا من فينا يعني قانوننا لازم إحنا ندرسه القانون يطلع عن طريق شخص من زوية الاحتجاجات الخاصة فبطالب من فخامة الرئيس والدولة المصرية مشكورة إن إحنا يبقى فيه تمثيل لزوية الإعاقة في عملية الاختيارات في التعيين في المجلس الشيوخ الاستحقاق التاني إن شاء الله اللي هيبقى خلال شعار التسعة اللي جاي هو مجلس النواب والمنصوص عليه صراحة في الدستور والقانون عشرة برضو إن القوائم المغلقة اللي هتتعمل للانتخابات مجلس النواب هيبقى فيها نظام نظام الكوتا طبعاً إحنا عرفين إن القائمة هيبقى فيها الأقباط فيها المصريين في الخارج فيها المرأة فيها الشباب من ضن الأشخاص هتبقى الأشخاص ذو الاحتجاجات الخاصة هيبقى طبعاً العدد بتاعهم على حسب القائمة الموجودة سواء قائمة كبيرة عامية أو قائمة صغيرة فطبعاً الحمد لله إحنا لنا تمثيل فيها إن لنا في كل قائمة كبيرة تلت مقاعد الأشخاص ذو الاعاقة يمكن من ضن المميزات التعدادات الدستورية اللي حصلت الثانية في فترة اللي احنا خدناها إن بقت عمية تمثيل زي واحتجاجات الخاصة بقت دائمة لكن هو كان في دستور 2014 كان ذكر إن المجلس النواب في 2015 يكون من أشخاص ذو الاعاقة وسكت نهاية تعتبر دورة واحدة فكده في استمرارية إن شاء الله إن حنا الحياة النبية في مصر إن احنا يكون فيه تمثيل للأشخاص ذو الاعاقة عن طريق المشاركة في الامتخابات إن شاء الله استحقاقات مستمرة بإذن الله وبشرة كانت جميلة من حضرتك في صدور قانون صندوق دعم الأشخاص من ذوي الاعاقة وفي انتظار إن شاء الله الليحة التنفيذية والتصديق عليه من فخامة الرئيس بشماندس حسام وصلنا لهاية حلقتنا وبنشكر حالك شكراً جزيلاً إن شاء الله على وعد بلقاتك أخرى إن شاء الله إن شاء الله يفهمني شكراً جزيلاً مشكلة حالك جداً شكراً جزيلاً عزيلاً مشاهدين وصلنا لهاية حلقتنا وبنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته